اشتركوا في القناة هو معاده معانا بكرة بالليل والله يتكذب للغطاف انا عايزة اشوف الراجل ده اتعرف عليه اتكلم معان خدولي معاد بكرة بالليل سواء تلع جدع وجاب الورق وجه او جه من غير الورق اوكي الحمد لله على السلامة وحش 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 يا عمار بعد اللي حصل لي ده يا عم احمد ربنا بل مطولة وكانت فاتت فيك كان زمانك دلقت في الكفير الحمد لله والجسم بس كامل مكسر شوية بستمان يا عم مكسر ليه ما انت زي الفل جسد ليه يوبين ان شاء الله وقتبقى زي الفل ان شاء الله حبيبي مير طب انت مش عايز حاجة بلا ممشي لا يا معلم ربنا يخليك يبقى طول علي بس اكيد انا خلاص فضلك انت واخوك بمي بس انا عايزك تشد احيلك وتتقوى كده عشان تقوم بس لما بسرحة خلي بالك من نفسك انت كمان بسلام يا حبيبي بسلام يا رايي يا عم فيه ايه البسطة عم تربو براحتك من جور السعيد بس يا عم ماشي يا عم حبيبي تربو ولا بمحض الفرحة كان يجب اه ايه فتحي روحت الحد فين يا عم اكرم عامل ايه اكرم كويس مهم انت انت عامل ايه ونوو تعمل ايه انا كويس نو قدامك او كويس كويس ازاي بس يا فتحي انت يا خشال هموم الدنيا كلها فوق دماغت والله حصل ده يتربو قد شوي وطبعا قرما كملت عليك بعد الكلام اللي قاله طارق عننا في المستشفى بس ما عليش احنا برضو رجب نعذرها فتحي ونستحملها مهما قالت انا عذرها بس مين يا عذرنا انا هتربو فتحي بقولك ايه انت لازم تهد شوي عشان تعرف تفكر واتخرجنا بالغرق اللي احنا فيها كله بسبب طبع الكلب اللي اسمه سراك ده وفعلا طلع واطي اوي مهم عايز نعمل ايه في الحاجة اللي عندي مفيش خلي كل حاجة مكانها عشان لو عرصتها اعرف اوصل الله حتى لو انت مش موجود ماشا فتحي معلش انا هروح شوي عشان ارتاح حسان مش ادرس لبطولي والله بس لو عوست اي حاجة لازم تكلمني وبكرا ان شاء الله هكون عندك من بدري ماشي سلامة فتحي سلامة 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 ما بتردش عليها يا فتحي وبعدين احنا مش كان في محد بيننا وبين بعد من امتى بتخلف معاة موعدك بتقلي جايبك بسلامة جايب تفهم ايه الموضوع جايب تفهم ايه الموضوع ولا جايت اعملهم علي وتستعبط جرايا فتحي ما تنساش انك بتتكلم معايا انت اللي نسيت مين هو فتح سدان فتح سدان اللي عظمه ناشف قوي ويشرخ اي زور يخضر بيه والزور ده حتى لو كان سراجل كومي يبقى الله يرحم اخضر بيك انا مش فهم انت جبت الكلام ده منين متلفش وتدور علي انا فتح سدان اللي اشتغلت معك سدين وكسبتك من وراي الملايين وعملتلك عمليات انت ما كنتش تحلم انها تتنفذ واخرهم كان صندوق الدهب اللي مع الواطن اللي اسمه غنيم اللي جبتهولك وانت كنت هتتجنن ومش عارف انا عملت كده ازاي عشان كده ما تنساش ابدا ان اللي قدامك فتح سدان ما تلفش وتدور كتير اكيد اكيد انت فاهم غلط فتح فعلا انا كنت فاهم غلط عشان كنت فاكرها عشرة وعش وملح لكن الموضوع طلع في الاخر مصلحة وبمجرد ما المصلحة قربت تخلص وكل واحد هيروح لحاله انت خسيس تمعت سمعت في نصيبي ونصيب رجالتي ومش كده وبس ده انت قلت كمان تخلص من اي ديل بس انت حسدتها غلط عشان انا مش ديل ومش من الناس اللي يتمص دمهم ووقت اللي يزوم تخلص منهم يا واطي انا صبرت عليك كتير نصيب فتحي انا سراج ومس سراج اللي يتلاعب بي ويتقلق كلام ده خل بالك انا برضو الاستاذ وانت التلميذ فين الورق فتحي انا جاي النهاردة يا قاتل يا مقتول ولازم اخذ الورق تبقى مقتول يا اصراك ايه صباي ما كانش لازم افتحي انا وانت نعود الضعد ابدا كنت قولي الكلام ده لنفسك قبل ما تفكر تخضر بي انا مش فاهم بس انت جبت الكلام ده من اين من الراجل اللي انت بعدتو الاكرم عشان قاطر يخلص عليه ومن غنيم الكلب اللي مستني معك عشان قاطر يخلص علي مش بقولك يا استاذ ما تنساش انا انا عمش معاك فتحي ومش اوحك مشان ما ضيعش وقت وقتك حتى لو كان الغلط حصل بقدر نصلحه عرض جديد مشروط جديدة بتحفظ حبك وبعدها كل واحد يروح لحاله من سكات ويا دار ما دخلك شر الشر داخل من ساعة ما قررت ان انت تشلني من سكتك التلاتة مليون دولار هيبقى اربعة وانت بقى تأمن نفسك كويس اوي وانت اللي تحدد الزمان والمكان اللي حتسلم وتستلم فيه يا خسارة يا خسارة الاستاذ كبر وخرف وانيس ان اللي اللعبة اصور واللي ينسى اصول اللعبة ويخون نسلوخه قبل ما نتبحه ولا نسيت يا استاذ يعني ايه مش فاهم يعني انا كل ورق اللعبة في ايدي والعرض الخائب اللي انت مقدمهولي ده ولا حاجة اصد لو رحت لعمر الديب وعرضت علي اللي عندي هيقرض علي عشر اضعاف اللي انت بتقولولي وساعتا انت هتطلع من المولد بلا حمص تبقى بتفتح على نفسك وعليا النار يا فاتحين لان الناس اللي احنا بنشتغل معاهم ما بيرحموش لو ما استلموش حاجتهم وحسوا ان احنا بنلعب بيهم مش هيرحمونا لا مش هيرحموك انت انا ما اتفقتش مع حد اسمعني يا سراج جي الوقت ان الاستاذ يتعلم من تلميزه حاجة لما تكون طول عمرك مستبيع وحتط راسك على كفك محدش مهما كان يقدر يهزك ولو اي حد جي عليا او على اي حد من اللي معايا انا خطهم لحمو انت اللي ابتدت بالغدر والبادي اصلا واللي بيننا لحد كده وخلص لو لمحت طيفك هدفنك مكانك ومش هرحمك فهم انا حديك فرصة اربعة وعشرين ساعة تهدى وتروى وتفكر وبعدها بقى حنشوف مين اللي حيفرم لحمة تاني الاستاذ ولا التلميذ يا حبيبتي انا ممكن اشرب لوحدة فاضل شوية زغارين هتشرب يعني هتشرب يالله واحدة كمان واحدة كمان واحدة واحدة شوية كمان انا 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 عائل شغير وبعدين حبيبتي انا اللي عامل عملية ولا بتاعمى انا ممكن اشرب لوحدة انا اوه انت مش عارف ان انت اغلى حاجة عندي في الدنيا انا ماما تقول حاضر ونعم وبعدين انا عايز اقولك على حاجة انا شايفاك تعبين ولازم ترتاح واحد ترتاح يعني هترتاح سمع ولا لأ تمام يا فلم افلم بايه اوه انا سليمان بايه اوه سليمان بايه هشربني مانجة انا رأيك بسانا مستغربة قوي طور ايه اللي حصل ده نبقى قدام المجرمين اللي عملوا فينا كل ده وقزونا وقفين حاجزين كده منعملش اي حاجة وانت نفسك ما تقبطش عليهم طب ليه اكيد انت مش متأكد انهم انا طبعا متأكد بس شكلهم مش باين عليه خالص انت بس يا حبيبتي عشان متعودة على المجرمين بتولق افلام باش لبقى فوشه والسنجة في جنبه ومطوة والحركات دي يا سلام اه اه دول بس المجرمين شيك شوية طب ما قلت ليش لو يتعمل معهم ايه تشوفتي بقى انت اللي بتتكلمي في الشغل مش عنا انت ليش هتكلم مش عنا انا قسفة توضي في اي حد في الدنيا مهيم انت بتبقى كويسي الله هم ام ơi ايوة واحدة كمين واحدة كمين واحدة تمام سکرت القوي شن جرت مان porque أنا مش عارف أشكرك إزاي يا أمي بجد أنت أنقصتين أنا وأخويا من الموت كد أنا متشكر لي كوي أنت راجل جدا يا فاتح وإزاي سراج سراجل اللي تصار على الدنيا وكان عايز يبيع لكل ويسافر عارف أنه كان هو يسافر بعد ما يخلص العملية ولا هيسأل في حد حتى أنا كان هو يصيرني كده متشعلقة في الهواء بعد ما خدمت السهين دي كلها وكتمت كل أسراره معلش دي مكافأة صغيرة وطبعا ما تسويش وقفة الكنبينة من غير أي حاجة كفاية أنك بتقطر معلش عشان خاطر البالية أهم حاجة دلوقتي أنك تفضلك أن تسراج واخد بالك منه مفتح عينك عليه شوفي نوع على إيه بيخطط ليه وأي جديد توصل له تبلغيني وأنا أكيد مش أتأخر عليك حاطر السراج بنا يسطر بقى وسراج ما شوكش فيه أو حتى يقلق من ناحيتي وإلا أنت عارف سراج ممكن أن يعمل فيه أي ما تقلقيش السراج دلوقتي مضروب على دماغه ومش مركز ولو حسيت بأي خطر كلميني على طور أنا أعرف أحميكي كويس مهم أنت خلي بالك من نفسك وخلي بالك من سراج كويس أوي لأنه أبقى عامل زي المجنون وإنشاء عدي اللي حصل دي بسولة ما تقلقيش أنا مصح صاح له كويس أوي وبعدها أنا أعرف سأفوي في الآخر طيب إنما أنت لو تعمل إيه بالورعية معك تحب أشوف لك سكة للناس اللي متفق معهم بسراج تخلص معهم أنت ولا هدورع سكة للعمر تضيب وتتفق معهم واتبق معهم